موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا خلاص بقت فقرة يوم السبت واجتماعنا ومقابلتنا يوم السبت على هوى خلاص بقت بتدخل على قلب السعادة ليه؟ ان الفقرة دي اسمها فقرة أصحاب السعادة مين أصحاب السعادة؟ أصحاب السعادة ومزوجين الزوج والزوجة هم أصحاب السعادة أصحاب السعادة اللي احنا بنتكلم عنهم يعني ايه أصحاب السعادة يعني المستحقين انهم يبقوا سعادة أصحاب السعادة يعني ايه اللي ليهم حظ انهم يبقوا سعداء أصحاب السعادة ايه اللي هم قادرين يوصلوا للسعادة وعشان كده مخليين الفقرة دي نتكلم فيها عن ازاي نوصل للسعادة الزوجية احنا الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن شيء مهم جدا تكلمنا عن الحب هل الحب بيموت قلنا الحب بيموت بس ما نحكمش على الحب انه هو مات ولسه فيه عشر علامات بتقولين الحب لسه موجود ايه بقى العشر علامات دي بقاء اللي احترامه التأدير ووجود لمسات ما بين الزوجين وكمان الحديث عن المستقبل المشترك والتعبير عن الحب رقم اربعة وكمان رقم خمسة ان يبقى فيه حالة من حالات حفظ الاسرار وستة العطاء والتضحية سبعة الدعم وقت الشدة وتمانية متابعة الاخبار وتسعة حفظ الغياب وعشرة الحديدين للذكريات الجميلة ما بينهم قلنا ان ده بيدل عن ان الحب لسه موجود لكن نفترض ان الحب مات نفترض ان العلامات دي في ادنى مستوياتها ممكن الحب يرجع تاني يعني ممكن نحي الحب انا بقولكم تلات حاجات تلات قواعد كده نعرفها ممكن نزودهم الى اربعة بدل الحاجات دي موجودة في الحب يبقى الحب ممكن يرجع تاني ممكن يحيا مرة تانية ايه حاجة اول حاجة ان الحب مشاعر وبدل الحب مشاعر احنا نقدر نديرها فاكرين حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل لا تغضب يعني يقدر يدير مشاعره يبقى الحب بدل مشاعر يبقى احنا نقدر ان احنا ندير مشاعرنا ويرجع الحب تاني ادي اول حاجة الحاجة التانية الحب بيزيد وينقص لانه علامة الايمان الحب فاذا كان علامة الايمان الحب يبقى الحب بيزيد وينقص يبقى ايه اللي يحصل يبقى الحب زي ما بينقص ممكن يزيد فدي حاجة مهمة جدا 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 الحاجة التالتة ان الحب الحقيقي هو الحب الحياتي مش الحب الرومانسي ده الحب الحقيقي ده اللي فيه قعدته الأمان وبيقوم على الاهتمام والاحترام والتأدير بدل هو بيجي بالحياة يبقى ممكن إيه اللي يحصل؟ يرجع الحب تاني ولازم نعرف بدل الحب ده بيجي بالحياة يبقى الحياة ممكن تجيب حب معاه الحاجة الرابعة بقى إن الحب بطبعه مرتبط بالشغف فالشغف يولد همة ويولد قدرة على التضحية وعشان كده يبقى الحب ممكن يرجع تاني الأربع حاجات دي بتقول لنا إن الحب ممكن يرجع تاني يحي همة وشغف جاي الشغف يعمل لنا همة وكمان إن الحب ده حياتي يعمل لنا حركة وكمان الحب ده عشان هو كمان بيزيد وينقص ممكن لو استثمرنا فيه يزيد وأكيد الحب بدل هو مشاعر ممكن ندرها بس نعمل إيه بقى عشان نقدر نحي الحب فيه بروسس كده فيه طريقة فيه منهج علموا إن حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول حاجة عشان الحب نقدر نرجعه تاني الحب مثل إيه والحب نقص إيه نقص عشان فيه سموم اسمها السموم الزواجية السموم الزواجية دي اللي احنا بنسميها مقاتل الحب سم بيسمم الحب بيسمم الحياة الزواجية وبيقتل الحب زي إيه أنا أقول لكم سبع حاجات كده من اللي بتقتل الحب الإهانة في الحب ممكن يقل لما يحصل إهانة ونزاك حضرت النبي يقول على ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم فالإهانة ممكن تقتل الحب التهديد ولذلك إيه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دائما يؤمن اسمه هو بيقول لسيدة عائشة كنت لكي كأبي زرعي لأم زرعها إلا أنني لا أطلقوخي ما فيش تهديد الخرص والملل دي تالت حاجة ممكن تكون من سموم الحياة الزوجية الخرص لما يبطلوا يتكلموا ويبطلوا ويملوا الحب ممكن يموت من الخرص والملل وكمان الحاجات اللي بتقتل كمان الحب الخيانة والميل الآخر كمان ده بيخلي الحب يموت ولزيك حضرت النبي أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فما تخنش في الجواز عشان إيه الحب ما يموتش كمان الإهمال الإهمال كمان بيخلي الحب ينزل لأدنى مستوياته ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتفقد السيدة عائشة ويعاملها ويعاملها بما تحتاج ما يهملهاش ودائما يكلمها ودائما يكون قريب منها حتى إذا سفر تسافر معا ما فيش إهمال كمان من الحاجات اللي ممكن تقتل الحب أنا بقول دي أهم سبع حاجات أهم سبع سموم زوجية وأهم سبع سبع مقاتل للحب رقم ستة فقد التعبير عن الحب أو سوء التعبير محدش عبر بطريقة مش مناسبة لشريك حياته هي بتحب الكلمات هو مصرع لإنه أنا بعمل عليها بتصرف أنا ما فيش حاجة بعملها إلا ومليانة حب بس هي مش فاهمة كده هي فاهمة أن أنت بتعمل الكلام ده عشان أنت أبو الأولاد عشان أنت مسؤول عن البيت لكن مش بتعمل حب بالكلام ده عشان تحبه سبع حاجة عدم التأدير والامتنان السبع حاجات دي بتموت الحب طب نعمل إيه بقى عشان نرجع الحب أول حاجة أول خطوة نطهر الجواز من هذه السموم إزاي انتهر الجواز من هذه السموم إن احنا نتوقف عنها لو فيه إهانة ما يقول حب مش هيرجع طول ما فيه إهانة لو فيه خيانة حب مش هيرجع طول ما فيه خيانة ما ينفعش لازم نوقف ده لو فيه أي نوع من أنواع عدم التأدير وعدم الامتنان حب مش هيرجع طول ما فيه ده لو فيه إهمال حب مش هيرجع طول ما فيه إهمال فلازم نغير كل ده ولذلك احنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا افشوا السلام بينكم انا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينكم ده بنفشي السلام ازاي نسمي الاشياء باسماء لما يمر علينا فترة جفاف او جفاف عاطفي او فطور عاطفي نسميه باسم ان دي حاجة طبيعية بيمر بيها الازواج ما نسميهاش ان الحب مات لما نختلف من رأي ما يجيش حد بعد سنة جواز يجي يقول احنا مش شبه بعض خالص الاختراف في الرأي شيء طبيعي وشيء بيحصل بين الناس ده ما يعنيش ان الحب مات احنا بنتكلم عننا انا مش جاي انظر انا جاي جاي لكم من الغرفة الساخنة اللي هي غرفة الاستشارات الزوجية فما نجيش نحكم على ان الحب مات لان احنا اختلفنا عايز اقول لكم حاجة احنا في الاستشارات الزوجية عاملين زي الاطباء بنشوف واجعل بينكم مودة ورحمة بنشوف عجب في مسألة حياة الحب دي يبقى الناس خلاص مش طيقين بعض ويمكن رفعينها لبعض قضايا ويمكن خلاص بتقول انا ما عنديش حد ازاني وقل وإيه اللي حصل لما بيديهم رشدة ويمشوا عليها يقولوا بس انت اللي انت بتقوله ده تعمل ايه يعني فبالاتكال على الله سبحانه وتعالى الحب يرجع تاني ويقولولنا والله العظيم احنا نفسنا مش مسدقين يبقى ازا كان عندنا فتور حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق زوجاته مدة طويلة اياما ومع ذلك رسول الله من احبوا الناس اليك قالها عائشة فنسمي الاشياء باسماء من بنغش مشاعرنا بتبقى ضد طغية علينا بس احنا ما ننفعش كده يبقى اول حاجة قلنا لازم نطهر الجواز من المقاتل مقاتل الحب السبعة ولازم كمان بعد كده كمان بعد منطهر الكلام ده وببساطة خالص لازم نتوقف عن المبالغة وتسمية الاشياء باسماء يبقى لازم نتوقف عن الاهانة لازم نتوقف عن كل ده ثم بعد ذلك نيجي بقى لأول حاجة بقى عملية لازم نعملها يبقى الاتنين دولا كانوا وكأنهم اشياء تطهير وتوقف كأن دي اشياء الاشياء بتاتتحليها الاهتمام عايز الحب يرجع مرة تانية لقلب شرك حياتك لازم تهتم بيه سواء كنت رجل أو امرأة لازم يزيد الوقت المخصص ليه بجودة عالية يعني يعرف انت ايه اللي حصل كنت بتديله الباقي من وقتك كنت بتديله خلاص انا ما شغول في الشغل لا من هنا ورايح لازم تاخد اجهزاتك كلها واجهزاتك كلها لازم يكون ليه حص حظر اسفيرك حياتك اللي هو حسن ان الحب مات اللي عايز يحيي الحب لازم يعمل كده ياخد اجهزاته كلها ويقعد مع شرك حياته ويقعد مع شرك حياته بجودة عالية يبقى اول حاجة يعمل ايه بجودة عالية يقفل التليفون اول ما يدخل يحط التليفون جنب الباب ومقفول وبعيد عنه تاني حاجة وهو بيكلم شريك شريكة حياته او بتكلم شريك حياته تبصله في عينه وتكلمه وتكلمه باهتمام وهم مقتربين من بعض ورايبين من بعض مش بعيد وفي حاجة سر كده بنعلمه للناس ونضربهم عليه الاهتمام بالافكار مش بالكلمات يعني انت وبتسمع شريك حياتك مو ده الكوالي تطايم تهتم بافكاره مش بكلماته اه انت قلت ان انت بتفرقي ما بين ان انت تكوني زعلانة وان انت تكوني مقررة ان انت مش هتتكلم تاني عشان ده وتسمو خرز زوج فيهتم يقولها اه انت فرقت ما بين ده وده لا يا سيدي هي اصدى معنى تاني خالص اصدى معنى تاني ان انت ما بتحمسهاش للكلام اصدى معنى تاني خالص ان انت مش مهتم بكلامه اصدى معنى تاني خالص ان انت السبب اللي هي وصلت اليه فتزود اهتمام شويتين تلاتة بكلامه ده اول حاجة يبقى عندنا هو عن طهر عن طهر البيت من السموم من اسباب وده معناه ان احنا لازم نتكلم مع بعض ونعرف ليه الحب مات وبالله عليكم لما شريك حياتكم يقولكم ان الحب في قلبه مات ما تقعدش تقوله انت ملكش حق لا ده اقف اللي هو قاله لما يقولك ان الحب مات لان عدم الاهتمام صدقه يبقى ما فيش اهتمام يبقى انت لازم تهتم به ولازم تتوقف عن السبب ده ما تجيش تقعد تقوله تكذبه تكذبه لان شعوره هو ده شعوره يبقى اول حاجة طهر تاني حاجة بمساطة خالص نتوقف عن تسمية الاشياء بغير اسماء انت ما بتحبنيش انت ما بتهتميش بي انت عمرك ما كنت شايفاني ويعتبر ان ده تنوع من انواع ان هي كمان لازم تقدم شيء ما انت اللي انت قلته ده فيه مبالغة تتوقف اذا كنت عايز تحيي الحب تتوقف عن كل هذه المبالغات ما تفتكرش ان المبالغات ده هتحمس شريك حياتك عشان يرجع حبه تاني انت اللي لازم تعمل الكلام ده تالت حاجة قلنا ايه لازم يزيد الاهتمام وزيادة الاهتمام لازم يزيد الوقت المخصص ليه ويزيد بجودة عالية وقلنا اقل ما يدل على هذه الجودة العالية ان انت تمنع اي مشوش فتقفل التليفون تاني حاجة ان انت تبين الاهتمام بالنظرات تنظر اليه وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلمه سيدنا اوباكر وكان بيوصف له حب ويقول له ايه ايه احب شئي ليك شوف حب سيدنا اوباكر قال ان اطيل النظر اليك فمن علامات الحب ان انت تطويل النظر اليه حبيبك باهتمام وتخلي قلبك وانت بالنظر اليه يتحرك عشان يوصل له ده هيوصل اه هيوصل في حاجات بتوصل حتى من غير الكلام الحاجة اللي بعد كده في هذا تتم بافكاره تتم بافكاره وتخلي افكاره دي مهمة وتبيله ان افكاره دي جيد اللي انت شفتها رابع حاجة بقى الاحترام لازم يزيد الاحترام يزيد الاحترام ازاي؟ بان انت تقول كلمات كلها كلمات متح وكلمات تحفيز عشان الانسان يثق بنفسه لما بيموت الحب اهم حاجة بتتأثر عندنا الثقة بالنفس بيبقى كل واحد فينا مش واثق من نفس انه هو قادر يكمل الجواز ده يقول انا مش قادر على فكرة مش قادر دي بتعبر على انه هو مش واثق من نفسه كتير من الازواج لما بجاعد معهم اقول لهم طب تعالوا يقول انا مش قادر هو بيقول لي انا مش واثق من نفس ان انا اقدر يرجع الحب تاني كلمات التحفيز بقى بترجع للانسان ثقته بنفسه بتخليه حس بان هو مش حياته معاك مش هتستهلكه حياته معاك هتضيف اليه ويا سلام لو انت وصلت بكلمات التحفيز ان انت تحسسه انه هو في حاجات جميلة فتخرج اجمل ما فيه يا سلام هو ده اللي احنا قصدينه بكلمات التحفيز كلمات التحفيز مش نوع من انواع النفاق ده كلمات التحفيز ده هو شيل الغشاوة عشان يطلع اجمل ما فيه شريك حياتك هو حبه وهو قدرته على ان هو يحبك كلمات التحفيز بترجع ثقة الناس بنفسها تاني كلمات التحفيز ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم طول الوقت يشجع زوجاته ويتكلم بكلمات التحفيز عنهم ولذلك يوصف السيدة عائشة بانها احب الناس ليه كلمات التحفيز وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا وحفز زوجاته يبقى أنت لازم تقول كلمات تحفيز كلمات حلوة يبقى الكلام الحلو يخلي القلوب تحلو ويطلع أجمل ما فيها زي ما القلوب فيها مرارة الأسوة ووجع الحزن ووجع وكسرة القلب وألم الكسرة كمان الكلام الحلو بيداوي اسمعوا مني والله كلام الحلو بيداوي حاجات كتير بس لازم الكلام الحلو كمان يجي مع رقم خمسة بقى ايه رقم خمسة التأدير التأدير بقى مهم قوي قوي وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سر كده من أسرار التأدير قال يا حضرت النبي تهاد وتحب بالله عليكم زودوا الهدايا لما تكونوا عايزين الحب يرجع زودوا الهدايا بس يخلي عندك فن في اختيار الهدايا ما تجيش واحدة بتحب ان يبقى عندها مال لان هي بتحب الأمان وتفضل تهريها ورد 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 طيب ما ايه مش فاهمة ان ده والدليل الحب لكن لو جبتلها حاجة ده بإيه اللي حاصل ده ايه ده ده بيحبني ده كلف نفسه على فكرة ممكن حاجة ده باللي انت كايبها بتكون بتمن الورد اللي انت جايبه ممكن تكون الحاجة بس انت عملت الحاجة اللي هي بتحبها هي بقى تهاد وتحبه هي بقى تهاده هي بقى حضرت النبي اللي قال لنا الهدية اللي الحق بتخلي الواحد يحب ليه لانه بيحس ان هو ليه ايه ما عندك ما انت بدل صوت بفلوسك يبقى انت بتحبه خرجت من الشح اللي عندنا لاني وحضرت الانفس الشح تخرج من وسط شح النفس فلوس وتجيب هدية او تخرج فتعمل حاجة عشان تسعده يا سلام لا انت بتحبني يبقى كمان تهاد وتحبه الحاجة التانية بقى الامتنان والامتنان الامتنان ان انت تمتني ليه تقول له انت وجودك في حياتي اضاف اليه حاجات من غيرها ما كنتش اقدر عيش انت اللي خليتي حياتي مستقر انت اللي خليتني اشعر بالامان وعشان كده انا مش متمسك بيك فقط عشان انا بحبك لكن انت مهم في حياتي انا من غيرك اضيع فيه ستات كتيرة بتضحك على الرجالة في خارج اطار الزواج لما تحسسوا ان هي محتاجة له هذا الامتنان بينشت غضة الحب في القلوب تالت حاجة بقى في الامتنان الجدعانة المواقف بقى بعد ما كانش بيهتم لما تقول اي يجي بسرعة ويسندها بدل ما هو كان بيجي وهو تعبان تقول له اعد اعد وتقعد جنبه كده وتمسح على راسه وعلى كدفه وتقول له احكيلي والله ما سيبك غير لما تفطفط فطفط ايه ده دي جدعانة دي ولما يجي يحصل له مشكلة في الشغل ولا تشيل هم احنا هنندبر البيت ايه ده يحس ان الحب اه دي جدعة انا احبها الحاجة السادة بقى بعد مسألة التقدير التقارب بالله عليكم ما ينفعش انتوا عايزين تجددوا الحب وكل واحد انه يم في غرفه ما تفهموش بس ان انا بتكلم على العلاقة الخاصة وان كانت العلاقة الخاصة معنى مهم من التقارب على فعل على فكرة لازم تفضلوا قريبين من بعض تفضلوا في وش بعض ما ينفعش ان واحد يغيب عن شاشة التاني ويظن انه هو عايز الحب يرجع تاني لازم يشوفوا بعض طوله في وقت اكبر بكتير يشوفوا بعض بوقت اكتر من كتير من اللي تسبب في ان الحب يضيع بلاش التقليعة الجديدة اللي بصراحة تقليعة مستفزة هتسمحوا لي معلش تقليعة ان كل واحد نايم فوق وضا دي تقليعة بايخة لازم الناس ترجع تاني قريبا من بعض علمونا في الادارة حاجة مهمة اوي عارفين قالولنا ايه قالولنا ان مجرد التقارب في الاكساد بيقرب القلوب ما تعودوش بعيد عن بعض في واحدة كانت بتشتكيري بتقول لي انا محس ان انا ما عنديش اهمية ويمكن هم سمعيني بقتي ما عنديش اهمية ليه لما نروح عند اهل او نروح في اي حتة يقعد هو وانا اترمي في اي مكان ما بحسش ان هو حريص ان هو يقوب يكون قريب مني انا قلبي بتوجع بحس ان انا ما ليش لازمة لكن انا لو هو لما بيجي يقعد يصر على انه انا اقعد جنبه او اقعد قريبة منه ويفضل هو قاعد هناك مسك في ايدي انا حس ان انا قريبة منه وقلبي يزداد حبا ليه قالت كده بكل وضوح سابع حاجة والاخيرة لازم نعبر تعبير مؤثر عن الحب لا يعني ايه تعبير مؤثر عن الحب التعبير اللي بينشرح بيه صدر شريك حياتي سواء كان التعبير ده كلمات تدل على انك انت شايفه جميل شايفها جميلة شايفها ومتقرناش بحد وشايفها في حاجة تملى عينك لازم الست تحس ان هي مالية عين جزا ولازم الراجل يحس ان هو مالي مركزه عند زوجته الحاجتين دولا مهمين انا دايما بقول لازم عشان تعبر عن الحب وتعرف وتقيس نفسك كل الحاجات اللي احنا قلناها دي بتتقاس تقيس ازاي بيبيع للحب عندنا مقياس بنقيس بيه والحب بيزيد ازاي باسئلة وباختبارات ازاي تقيس ان الحب علف قلب شريك حياتك ان انت تحس ان شريكة حياتك بدأت تحس ان هي اميرة وتعرف ازاي ان شريك حياتك بدأ الحب يرجع في قلبه ان هو يحس ان هو بالنسبة لك البطل كل ما تعبر لشريك حياتك عن الحب هي تحس ان هي اميرة وهو يحس ان هو بطل وده من حقنا اما احنا بنتجاوز ليه انا بيتجاوز عشان حد يملى علي جهات الستة زي ما كان البهاء زهير بيقول بعيني من اسميها بستي فترمقني النحات بعيني مقطي يظنون انني قد قلت لحنا وكيف وانني لزهير وقتي ملكت جهات الست طرا فلست بمخطئ اذا ما قلت ستي ستي يعني ملك علي جهات الستة وهي تقوله انت رجلي وانت اللي حميني هو ده اللي يرجع الحب مرة تانية التعبير المؤثر في القلوب السبع حاجات دي اللي احنا لو عملناها ان شاء الله الحب يرجع تاني ويعيش مرة تانية بس ركزوا في كل نقطة من النقاط دي ولازم تعملوا لها برنامج وتعملوا لها خطوات زي ما احنا قلنا كده ويتتبعوها وانتوا هتشوفوا العجب لان الله سبحانه وتعالى اللي قال وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً الباقي معنا ما ودعنا والبيوت محل نظر الموجود سبحانه وتعالى فالبيوت مليئة بالمدد تعالوا نغرف من المدد ونرجع الحب يحيى مرة تانية بسر الحي الودود الحبيب سبحانه وتعالى يا رب جعلنا دايما من أهل المحبة وجعلنا يا رب ممن يحسنون الظن فيك ويستعينون بمددك على أن يعودوا فيدخلوا عليك من باب المحبة يا رب العالمين بعض الفاصل نلتقي لنجيب على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وكمان بنتلقى عليها تعليقاتكم ونتواصل بيها فهي باب من أبواب السعادة بالنسبة لنا لأنها بتوصلنا بيكم ومعنا أول سؤال معنا الأستاذ خالد من القاهرة أهلا ونساء بحرودك يا شبير الحمد لله أهلا ونساء بحرودك يا فاند ربنا يعزك حضرك أنا لها بس يعني استفسار بعد يجبنا حضرتك تفضل يا فاند ربنا أنام علي بفريضة الحج السنة دي يا رب بس قبل ما نتكمل تدعي لي هناك تدعينا كلنا تدعي لكل فريق البرنامج الله يكريم اللهم أمين يا رب يرزع الجميع يا رب بيها يا رب ويكرم الناس كلها بيها يا رب كلنا يا رب حضرك يا فاند يعني عندي مشكلة أنا ربنا أناعم عليها بيها بزميلي يعني عدمولي في قرعة في الشركة وأنا الوحيد اللي ربنا أقرمني بيها طيب للأسف أنا مريلت لأجمع يعني أنا قدره ما نزل فيه صعبة وبتعليه ربنا هي الصرع من عنده وبتاع فأنا يعني جمعت مص المبلغ تعرف العمر الحج السنة دي يعني أي فرصة وحيدة ويعني الحمد لله فضل ربنا فمش أدري أكمي بات المبلغ ومعنديش فرصة لغاية بكرة طيب أنا دعا بإنم يعني ربنا مش عايير بألا يعني نفسي أطلع إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك واتحج بس بقى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لما يكتب لك تحس بقى بلزة الحج أو بقى فيا رب أخونا اسمه خالد صح يا رب نسألك وأنت الواسع وأنت الكريم وأنت الودود هذا عبد يريد أن يأتي إلى بيتك يا رب يا رب أنت الكريم ولا ترد أحدا يريد أن يأتي إلى بيتك ليكون من أهل كرمك فيا رب يسر له حجه هذا العام واجعله يا ربنا ممن قبلت حجه وعاد من حجه كيوم ولدته أمه ويكون يا رب من أهل الصفاء ومن أهل النقاء ومن أهل القرب وسائر كل من تشوق إلى الحج يا رب العالمين وأكرمه كرامة يدهش منها أهل الأرض وأهل السماء فيقبل عليك فرحا بأنك يا ربنا دعوته ويسرت له وأكرمته بكرمك يا كريم يا رب معنا الأستاذ خالد السلام عليكم عليكم صنعاتكاتو بك يا دكتور بخير الحمد لله والله عليك شؤال كده ديني بعد إذن حضرتك اتفضل حضرتك ليه زوجة أخ يعني عملة فتنة بيننا وبين إخواتي وبين الحرين ورمي محصنات وعملة زوبعة بيننا وبين الإخوات كلها وحتى فصلة بين الأخ واخوه الأخت واخوها وعملة مشاكل كتير قوي نعم أخي بالحضرتك مفيش ولا بتدتيه إلا ولا بتدتيه إلا في حد حتى ليه ابنه أخ أخ نبقى كاتب كتابه وهيخش ويتجوز برضو تروح زيارات هناك تروح تشوش صورته هناك وتقول للمراته ده مش كويس ده معرفش إيه وحصل مشاكل كتير واحنا بزاوبعة بسبب الست دي ما حكم الدين بقى فيه أولا لو كانت بتعمل الكلام ده على الحضرتك قلته دوت ده والعزب الله ده إفساد ذات البين وهذه من الكبار يعني اللي هي بتعمله ده في تشبيت الناس في بعضها وإن تخرب البيوت وكمان تتكلم في الأعراض ده حرام ده حرام وكبيرة فده لابد إن ده نتجنبه لإن هي شوية نميمة وشوية غيبة وشوية بهتان وكل دوت وكل دوت لإنه توعد بالعذاب وبطول العذاب وفيكون دوت كله والعزب الله من الكبار لكن خلينا نقول بقى في حاجة تانية هي بتعمل كده ليه ما جايز هي شايفة إن انتوا رفضنا كلكم جايز أنا مش بكزم ما تيجوا ندفع بالتي هي أحسن ما تيجوا نجتمع إن احنا نحوطها بالحب ما تيجوا نقعد معاه ونقول لها هو أنت إيه اللي مزعالك مننا هكذا أنا ده رأيه لأن حضرت أن مولانا سبحانه تعالى قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولين وحميم فأنا رأيه رأيه إن انتوا هتلاوى هملة سيد السلحفة عندها إشرة قصية قوي قوي لكن هشة من الداخل أنا رأيي إن انتوا تعملوا كده وخاصة إن انتوا الكتير فالكتير يدخل للصغير معاه مش العكس هي مش هتقدر ترضيكم وكلكم لكن انتوا ممكن تحوطوها بالمحبة وبالود وتلاقوا منها خير كتير الطريقة إزاي تشوفوا أقرب الناس إليها ويكلمها ونوسع دائرة الأرب ودائرة المحبة أنا أظن إنه ممكن تتقل ده مش نهاية المطاف سيد خالد ده مش نهاية المطاف الحالة اللي انتوا فيها دي مش نهاية المطاف لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبوها كيف يشاء فده مش نهاية المطاف إيه وقت تعتبر ده نهاية المطاف لو قلوب تعتبر ده نهاية المطاف ده من نفسك الأمر بالسوء يلا توكلوا إن شاء الله ربنا يصلح ذات البين بينكم إن شاء الله معانا الأستاذة مين أستاذة ليلة أي السلام عليكم فضاليا أستاذة ليلة لا سمحتة أنا كنت عايدة أقول حبيدك إن أنا دلوقتي حماتي وأهل جوزي كلهم بيعملوني وحش وقبل الجواز كلهم بوزولي الفرح بتاعي وحماتي شتمتني يوم الفرح وما رحتش ما رحتش الفرح تمام وأنا رحت لها حد عندها باستنى الفرح أنا وجوزي مم وهي رحت شتمتني مم ويقبنا بعدينا ومشينا وبعد كده جت بعديها بشوية رحت برضو شتمتني عند البيت مم وأنا ما عملت لهاش أي حاجة خالص خالصة خالصة خالص والله العظيم وهي متحبنيش من ساعة أنتوا متجاوزين من أهلكم أدي بعنا سنة ونص سنة ونص أه وأنا جبت دلوقتي بيبي مونة ربنا يخليها لك يا رب ربنا يخليك عندي سؤال عندي سؤال هي كانت موافعة الجواز؟ لا ليه ما كانتش موافعة الجواز؟ لأن هي كان المفروض أنها شايفه له عروسة تانية طيب كان عايزني أنا طيب شايفه له عروسة تانية على قد إيديها يعني وانت مش على قد إيديها؟ لا فالح لأنا لما أنت سهلت ليه؟ لما الحكاية مش مؤسرة كده يزعلت لي؟ ما تزعلي عشانه تسهلت في كل حاجة وتسهلت في حق كله وبرضه محدش أفضل أي حاجة واحدة واحدة يا ليلة يا بنتي ربنا يحفظك بس يا بنتي أنت أكيد في حاجة بينك وبينها زي ما يقوله كده سد المواسير الخير اللي منك بيروح لهاش لازم نشوف انسداد المواسير فين أنا مش معا أن حد يجي يتصل بيا وأجي أضله على أنه يزود الهو اللي بينه بين الشخص اللي بشتكي منه ليه؟ الشرع ما أمرناش كده الشرع يجي وأمر الرجل ألا يغضب الشرع يجي وأمرنا أن ندفع بالليت هي أحسن الشرع يجي إن الحسنات يذهبن السيئات ده اللي أمرنا بالشار يا بنتي إيه وقت تفتكر إن أنا بزود عليك ده أنا بعلمك النطج أنت مش لسه متجاوزة ويبدو إن سنك سغير النطج يا بنتي خليك نطجة هي لما تتعامل بدا تغاضي عن ده وما تركزيش فيه هو أنا عايز أقلك سؤال كنا وما حضرتش جوازك ما لسه السؤالة بتبقى بسيطة كده وما بتبقاش موجعة يعني هي لما حضرتش جوازك جوازك تم ولا ما تمش؟ تم تم أنت تمتني إن الراجل أتجوزك وأصرع على زواجك أنت هتمتني لجوزك إنه هو أصرع لأنه يتمسك بزواجك بس هسألك سؤال هو كونه تمسك بيه كده هو مين اللي علمه أنه هو لما يشوف حاجة صح يتمسك بيه أنا سامعك بتقولي أمه صح؟ يا سيدي امتنيلها ولا عامليها كويس ابتدي بده ابتدي إن انت ربيتي ابنك كويس وانت عارفة ليه؟ لأن مشكلتها إن هي شايفة إن ابنك أنت تأخذ منها ابنها فإيه اللي حاصل؟ فطمينيها إن انت مش تأخذ منها ابنها والله أنا بحاول أسعدك يا ليلة عشان بس ما حدش يجيوني أنت جاي أنا مش جاي عليك خالص أنا بنتي لو هتيجي تكلمني أنا أحاول أخليها نطجة أخليها أكثر حكمة لكن إن أنا أجي معاك وأقولك آه هي لو بتعمل كده يبقى ظلم يبقى ظلمتك آه طب اللي بيظلمنا نعمل معا إيه؟ نخلقه بخلق حسن ده حدث النبي صلى الله عليه وسلم نشوف تعملت زي مع عبد الله بن أباين أن يسألوه تقولي أن أنا بقول عليها زيها أبدا لكن أنت خليك حكيمة ودي فرصتك أن أنت تكبري تكبري في عينين كل اللي حواليك وجوزك يحس بأنك أنت درة عنده عارفة إزاي؟ أقرب طريق لقلب جوزك أقرب طريق للقبر لكن أقرب طريق لقلب جوزك أهله لو عملت كده والله هاتت السعادة وتتهني فييجوا بقى البنات يقولولي إيه؟ طب ما أنت كده بتضغط علينا؟ لا لا على فكرة إحنا في الامتحانات بننضغط عشان ننجح وفي الحياة لو أنتوا معتبرين ده ضغط بننضغط عشان ننضج النطج بيخلينا نتحط شويتين تلاتة على لهيب عدم حب بعض الأشياء فيه حاجات ما بنحبهاش مش معنى كده أن احنا مش هنعملها مش كل اللي ما بنحبوش ما نعملوش خالص احنا فيه حياة ما بنحبهاش بنعملها وبعد ما نعملها نعرف أن احنا كان نظرتنا دايئة أن احنا ما حبينهاش يلا توكلوا على الله يلا يا بنتي وربنا معاك وعد عينك أن ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويفتح لك أنوار المدد وتكون تحس بهمة عندك وعندك عقل أن أنت تتجاوز الكلام ده وتروح تقول له على فكرة أنا الكلام ده كله حس أنه مش هيفسد علاقتنا مع بعض وحتى لو قالت أي حاجة قولوا قولي لجوزك أنا بحب والدتك وساعدني على أن هي يتغير اللي بيني وبينها يا سلام هي عايزة تكمل تفضلي يا أستاذ علينا مسر حضرك أنا بس عايزة أقول حضرك أن أنا دلوقتي بروح لها كل مدة عشان أوليها حافظها فهي كلها بروح لها بتغلط فيها وبتشتمي وأنا مبعرفش أرد عليها ولا هو بيرد عليها هي بتشتميك وتقولك إيه؟ يعني بتغلط في البنت وتقول لها يا بنت كذا يا بنت كذا يا بنت كذا وأنا مبعرفش عليها هي مش ممكن تكون بتلعبها ودي طريقة لعبها للسخيفة مش بس بس مش ممكن دي تكون طريقة لعبها للسخيفة؟ هي أصدق ده يقمي طب معلش بنتي والله أنا بساعدك أنا عايزك تبط تيكون تأثير الكلمات عندك مش كده مش كل حد يضغط لك على حرفة أو يكلمك بطريقة مش مناسبة أنت تحس أن أنت مضغوطة إيه وعي تعملي كده دي الطريقة اللي إحنا بنعلمها للناس ومنضرب الناس عليها أنهم يتخلصوا من الضغط مفيش أنت لو ناوي أي حد يكلمك كلمة أي حد يعملك بطريقة مش مناسبة يضغطك فأنت مش هتعرف تعيش أي حد بيتعامل معك بطريقة غير مناسبة تستطيع أن أنت تخلي الحدث اللي هو أعمل فيه ده انتهى بانتهاء اللي هو أعمله ولقد أمر على السفيه يا سبني فأمر ثم أقول لا يعنيني الكبار كده في ناس بتصغر نفسها لغاية ما ييجي فيها السب والشتيمة وفي ناس كبار الشتيمة بتعدي من تحت رجليهم خديجة كبيرة نعم مين معنا إيه طيب ست ليلة أرجوكي توكلي على الله وأعملي كده وده مش ليك أنت بس ده الكل بناتنا حديث الزواج ولكل أحبابنا من الأزواج حديث الزواج وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيخلي ده باب واسع من أبواب المحبة وأبواب السعادة في جوازكم إن شاء الله فاصل ونرجع نكمل أسئلتكم ومباركة رجعنا لحضراتكم ومعنا الأستاذ محمود من الأقصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور عامل مع حضرتك محمود من جو الهمم وأنا بسعد لما بكلم حضرتك وبنسعد لما بنسمعك والله يعمل الشيء على رأس يا سيد محمود وربنا يجعل كله في مزان حسناتك ويديك الخروج السعادة يا رب بركتكم يا سيدي السؤال يا سيدي الله يرضى عنك الله يبرك لك أنا خطب لي فضلك عبان والدكتور قال لي ما تصمش فمش عارف أنا عملي يا عم الشيخ الله يبرك لك طيب إذا كنت الدكتور قال لك ما تصمش فهو السؤال الدكتور قال لك ما تصمش خالص ولا قال لك ما تصمش بس في رمضان لا يا دكتور قال لي ما تصمش عم الشيخ خالص طول حياتك عشان عندي عضلة في قلبك عبانة وكده ربنا ان شاء الله يجبع لك بين تمام الأجر وتمام العافية يا رب طيب قال لي ما تصمش عم الشيخ فمنا بانا زعفهم الدائر وزعجان عم الشيخ لا ما تزعلش ما تزعلش ليه بقى ما تزعلش ليه طب بطلع بطلع عزيك وقول لك بطلع فيدي وقول لك كل شهر رمضان عم الشيخ وأنا نفسي أصوم خطبك ولا حاجة بس انت لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما أكرمك بهذا الأمر أراد انه يرفع درجتك مش غضبان عليك ولا حاجة وكمان الله سبحانه وتعالى بيعطيك نفس الثواب اللي كان ليك وانت صحيح على ما قاله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انه بيعطيك الثواب وانت كأنك ماذا كأنك صحيح فأبشر ان شاء الله حاج محمود اذا دايما في ناس بيبع عندهم مشكلة ايه المشكلة اللي عندهم بيبع عندهم مشكلة انه لما بيحصل له حالة من حانات فضل الله سبحانه وتعالى كان دايما اهل الله يحس ان الواحد المريض ده ده في سعة من الله لنفمعية الله سبحانه وتعالى ألم تعلم انك اذا عدته وجدتني عنده فهو في سعة نعم معانا ام حبيبة من الشرقية ام حبيبة هلو هلو السلام عليكم اتفضلي عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته اه والله يا عام الشيخ وتعايز اسأل حضرتك بس على انا عندي جوزي اه كان دي مشكلة كتير في بيت العيلة هم ودلوقتي اه اتفصلنا عن العيلة ما بيناش شعني معاهم مشكل ده بينه وبينه بينه بينه بين اهله ولا بينه بيني بين اهله وبيني اه وكلام ده ماشي ماشي فدلوقتي احنا في حالنا هم بحالهم بس في بيت واحد يعني طيب بالوقتي عامل بيضغط علي ان اكلم والدته وانا مش نفسيتي مش مرتاح ان اكلم والدته يعني عشان هي ضربتني مع اللي كانوا هنا وكذا طيب يا ستي اوليتوا ضربتني معاهم يعني هما كانوا بيحصل فيها قدامهم بيشتعطي السلايف يعني وهم بيعتدوا علي ضربتني معاهم محشدش عني طيب بص يا ستي انا ما بحبش في مسألة ممارسة العنف دي بسبب الاستشارات عندنا ما بحبش اطغطها لحد لما في ممارسة العنف دي لان ممارسة العنف بيبقى فيها نوع من انواع الكسر الخاطر وفيها الام وفيها نوع من انواع الصغار وكذا فانت لو مش قادر اتكلمي قليله كده قليله بصي حبيبي انت زوجي وحبيبي وانا ما اقدرش ما اقدرش ان انا افسد علاقتك باهلك بس انا خطري مكسور انا اوعدك اول ما حس بان انا خطر انجبر انا اكلمها من نفسي وانا اوعدك ان انا احاول بس ما تضغطش علي لانه في الحقيقة انا مش قادر اتكلميه عشان ما يفسدش العلاقة اللي بينك وبينه بدل لو اطلب منك ان انت تكلميه يبقى هو مضغوط من اهله كمان فما تخلوش ما بينك وبينهم سيبي انتي مش سيبي انتي عشان هو يحس بانهم الوحشين الغدرين السيئين لا سيبي انتي عشان انتي عايزة ترحميه من الضغط اللي عليه وحسسيه بدا قولي له انا احاول بس انا دلوقتي مش قادر واوعدك اول ما اقدر اكلمه وهو يبتدي دير الحوار ده بقى دي حركة زكية انا بعلمها لك اهي لان دي حركة زكية هتخليه هو نفسه يشوفك انتي متقدم خطوة وهم ما تقدموش خطوة ايه اللي حاصل بدل انتي ناو يتكلميهم هو يروح يقولهم طب ما اتراضوها ما انتو عملتوا فيها وعملتوا فيها اوعي تقولوله ابدا مستحيل او لو ابدا مستحيل ده هيفضل حاسس ان هم كده عايزين يقربوا منك وانت مش عايزة فانت تعملي زي ما انا قلتلك كده حيا سيدا النهاردة في حلقة النهاردة اتكلمنا عن اكسير السعادة في الجواز الحب وازاي نقدر نرجعه تاني وازاي يحيا في حياتنا وكل ما نعمل ده هنعمل سبع خطوات اللي احنا قلنا لكم عليها كل ما نعيش ان الحب زي ما انا بقول كده الحب هو امره ممات الحب هو الضي وبلمحة منه في موتك في لحظة تصبح حي هو الخضار والدوى من كل جرح وقاي ولما الغناوي بتنشف يسقيها فدا مي وان كنت تهوى الحقيقة الاحلى لسه جاي الاحلى دايما مع ربنا سبحانه وتعالى والاجمل مع ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا يملح حياتكم جمال وحلاوة وبهجة وسعادة وحب لان سبحانه وتعالى هو الحبيب الأجل وهو الذي يفتحه في بيوتنا الأمل يا رب لا تخيب فينا لا تخيب أملنا فيك يا رب العالمين وانشر الحب في بيوتنا بكرمك وجودك وفضلك يا كريم يا ودود يا رب العالمين